ده كلام مهم جداً استهل بيه الموانس عدل هذه الحلقة لكن تبقى ضربة البداية دائماً مع مقالي ومقاله والمشكلة أننا لا نتعلم كلام ده تقريباً لكل افتكره والويس ميكسوني بيقدم عرض جيد جداً وبيسجل هدفين رائعين خاصة الهدف التاني له في مرمى المقصة كل رجع يفتكر الرصيد السلبي قوي الوحش قوي للكثير من الناس اللي اعتادت تحمل قوي على اللعيبة الأفارقة لما بيجوا ما بنتعلمش والله وقعت أمادو فلافيو الوحدة كان لازم انتعلمنا كتير قوي إنه من النقيد للنقيد لو كنا كل واحد تمهل بالحكم وكل واحد انتظر باش مهندس بدلاً من التحميل والإساءة والتجريح والاتهامات يعني تمهلوا شوية بص يا سيد الرحيم إيه دي المشكلة إن إحنا حجم التوقع نرجع تاني للحلقة الماضية مرجحة مرجحة أه اه التفاؤل المبالغ فيه والإشادة المبالغة فيها والإحباط والقصوة والقصوة القصوة في النقل هه فنحن بنلغي نضغي كل المزايا بنلغي بنكيز على العيوب وده ما فيش حاجة كده ما فيش لعيبة أستاذ فرين بيخش النادي للأهل إلا بعد مجهود ودراسة وفحص ومراقبة ومقارنة وغربلة وبعدين بتخش في الناحة المالية والناحة التفاوضية فما فيش حد تقدر تقول طب النهاردة الناس بتقول ليه على قال يوباجي متقلق في فرنسا يقول لك لازم يرجع على حساب مكي سوني من عشر ايام لازم يرجع على حساب مكي سوني اللي كان لازم يمشي في حاجات انت في الكوليس ما بتشوفهاش زي برضه ابو خالد اجاية هو انت مش عارف الكوليس ايه اللي حصل لاجاية ولماذا خرجها من الحسابات ما تعرفش فيه كلام هنا بقى استعير جملة استاذ احمد مجاهد انه من حالة جزء الفنية والادارية والمسؤولية يقول لك ليس كل ما يعرف يقال لان فيه انت انت محكوم بحاجات كتير جدا جزء منها نظامك وسيستامك وسوابتك لكن لما تجد في انت مش مطالب انك تعشق التفاصيل ولكن مطالب ان تحكم على الامور بنجاحها من خلال النتائج وما تتواصل اليه بالمعيار ده اعتقد ان المسؤولين عملين عليهم مفاهمين بيعملوا ايه وده كافيل نحن نحط ثقاتنا ونحط ثقاتنا اكتر في لعبتنا استاذ ابراهيم ما ينفعش طريقة الضغط هقول لك حاجة حجم ضغوط اللي اتحطط على كابتن حسين الشحات احنا لو لاني مكوسوني هو اللي جاب الجون كان الإشادة كلها راحت لمين لحسين الشحات لحسين الشحات لحسين الشحات عمل ايه عمل حاجتين من أروع ما يكون حاجتين فيهم حاجة ثالثة هم ثلاث حاجات حاجتين شوفناهم وحاجة ثالثة قدت إليهم ايه الشوطة اللي اتحرك وشطها قنبلة العرضة بقت تتهز فيها فرجعت فجري تبحها واستحوذ عليها اهو عايزين نشوفها تاني قنبلة واقف بحسين الشحات ولا جري وضغط وخد الكورة وبعدين عمل ايه عمل ايه اتصرف التصرف انه بس فعمل ثلاث حاجات في الكورة دي شاط ضغط عمل ايه كل ده اللي وصلوا لإيه موهبته وإصراره والتزامه ولولا ان ميكوسوني الناس كانت متعطشة تشوف حاجة إيجابية فراحت الإشادة كلها الميكوسوني لكن كان حسين الشحات جماعيا طبعا كله اشتغل فيها خد حقه في هذه اللقطة كله اشتغل فيها جري ضغط ده كلام يا جماعة مش لعيب تقليدي ده لعيب فاهم بيعمل ايه فلما ييجي النهاردة مرة تمشي ومرتين ما تمشيش مش معنى كده انه فقد كل ميزاتهم وكمان مش كل كورة هتبقى تشميسة وترئيصة و يعني يعني الكورة شاطة ميكوسوني لك ربنا لم يحب هوفة ايه اللي حصل في الكورة دي خدت بالك من حاجة هي خد خدت دماغ الباك بس بس هي لو ما خدتهاش هي رايحة بتزاوي رايح انما خد الدماغ يعني فاهم ازاي كان موجود تخر جول التاني بقى عبقاري فيها ده جول حلو وانا سايف انه كان لعبا اه طبعا لانه هو يعني فيه بيترفعينه كده كان فيه بصة صغيرة كده اه وهو بيلم ولما هتحط في الحتة دي عملها تشيب ومش لعبها بالعرض سورف البرة يعني طب يا جماعة علشان بس نبقى في فكرة ان احنا ما بنتعلمش الراجل ده كان مكسر الدنيا معنا دي سيمبا التنزاني يعني هو موزنبيقي احترف في سيمبا كان شايل سيمبا لدرجة انه حتى لما ميش من سيمبا التنزاني قالوا انك ان سيمبا واقع وتأثر كان عنده تجربة احتراف في سانداونز مع بيتسو موسماني سنتين فالراجل عارفه كويس قوي جايبه عن قناعة كاملة عارف حدود قدراته اللي حصل معاه ما عرفش امتى هنتعلم ازاي نترحم شوية وننتظر شوية لغاية لما اللعب الجديد يتعود على السيستم نترفق نترفق نتراحب لا نتراحب الله نرحمه لا نرحمه يعني نرحمه من الجلد اللي بيحصل لانه الحقيقة ما عرفش انه ليه ما بناخدش بالنا من فكرة انه عندنا لعيبة كويسة جدا بتتلعب بتطلع برا ولما تروح يبقى اللعب احسن لعب في الدور المصري ويسافر يحترف في اي نادي نفاجأة بعد سنة راجع لنا ما بناخدش بالنا انه هو ما قدرش يتأقلم على السيستم اللي راحه الظروف ما ساعدتهوش طبيعة المهمة اللي كان فيها او هو نفسه ما قدرش يعبر عن قدراته رجوعه لنا ما بينتقصش من شأنه لكن لو كان لقى الظروف الصح وهو قدر يتأقلم بسرعة كان هيمشي في سكة كبيرة جدا مش فيها محمد صلاح ومش فيها النني ومشيت فيها نجوم كتيرة نقل برا وفارش شخصية ساذ برايض فما بنخطش بالنا او ما بنخطش في بالنا جزئية ان اللعب اللي جاي على السيستم موجود طريقة اللعب مختلفة ثقافة المكان مختلفة التأقلم على زميله مش سهلة المعيشة اللغة حاجات كتيرة قوي فما بالك بقى لما يدس عليه تأكيدا لكلامك عشان تعرف ازاي ان المناخ لا علاقة بالتقييم محمد صلاح هذا العبقري الذي يناطح المع النجوم في العالم والبعض يرغى انه يستحق ان يكون الافضل صحيح محمد صلاح هالمستوى مع ليفر بول احنا عمليين نقول كده ما بيديناش في مصر زي ما بيدي ليفر بول انا ازعم ان معدلات جاري محمد صلاح مع متخب مصر ضعف معدلات جاريه مع ليفر بول ولكن هو محطوط في قالب فني يسمح ان هو يخفف الضغط من عليه ويسمح انه يستلم ويفكر ويسمح انه يعمل مرة اسست ومرة يرقص ومرة يشوت حواليه لعيبة كواليتي تاني ما هو ده المناخ المناخ اللي هو ايه مش كل الدنيا مركز عليه مش كل الدنيا مقفلة عليه هو يعني هو محور التاكتك يعني ما بيجو اي فرق بتلعب مصر التاكتك بتاعها مبنى كيف نوقف خطورة محمد صلاح هي المسألة كده في جزء منها برا بس هو لو انت هتيجي في ليفر بول تقفل ضد صلاح هيشتغلك ماني واشتغلك فيرميل واشتغلك لأ جوت يعني انت عندك فريب الكامل عناصر مستوى تاني عايز اقول ان المناخ بقى ايه فاحنا في التقييم لن ناخد حاجة في السياق ميكي سوني ميكي سوني تعال قيمه هو مع فرقته كان ايه محور الاداء هو المعلم هو اللي كل كرة ريحاله وكل كرة معتمد عليه والتاكتك مبني عليه لما جي عندك بقى احد هؤلاء الذين مفروض يحدثوا الفارق مجرد ترسف اهلا كبيرة فلما بيجو واحد جنبه يتقلق بياخد منه الضوء لكنه هو ما عملش حاجة لكنه هو عمل ادوار اخرى اللي هو بيعملها تحركاته بالكرة ومنذر الكرة والضغط والسقوط وكده فهذا ليس دفاعا عن احد تحديده ولكن ايضا الاغرق افتكر بقى المطشين الجايين ميكي سوني لما جابش جوان هنرجع وقولك اه دي جات كانت مسألة فيها صدفة فالتقييم مش كده التقييم لازم يكون على القدرات على الادوار اللي بيعابها من ناحية التاكتكية والفردية عنده مهارة ولا ما عندهش مهارة عنده التزام بالطريقة ولا ما عندهش التزام بالطريقة مناسب للطريقة ولا مش مناسب للطريقة وما تخليش لعيب انت بتحبه على حساب لعيب يظلم اللعيب ترجمة نانسي قنقر